وآخر الأخبار من قناة ليبيا الحدث في بنغازي أهلا بكم أكد المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة العقيد أحمد مصماري أن منطقة القوارش بالكامل باتت تحت سيطرة قوات الجيش التي تمكنت أيضا من اختراق صفوف التنظيمات الإرهابية في منطقة جنفودة بعد ضربات من طائرات سلاح الجو وأوضح المصماري أن منطقة القوارش كانت تحتوي على مخازل الأسلحة ومعسكرات لتدريب عناصر تنظيم قاعدة الإرهابية في بنغازي والمنطقة الشرقية وأدعى المصماري العائلات المحاصرة من قبل الإرهابيين بجنفودة بضرورة الابتعاد عن المقاتلين والآليات والمدرعات ومخازل الذخيرة وعن أي أحد يحمل السلاح حذر الناطق باسم سنف الهندسة العسكرية عبدالله تواتي سكان منطقة القوارش من الاقتراض من أماكن سكانهم بعد تحريرها من قبل قوات الجيش وذلك لوجود عدد كبير من الملاغم وأوضح تواتي أن منطقة القوارش ملغمة بالكامل ويوجد بها أنواع من الملاغم لا يمكن تمييزها وجميعها داخل المنازل وفي محيطها ونوه الناطق باسم سنف الهندسة العسكرية إلى أنهم يبدلون قصار جهدهم لنزع وتفكيك الألغام الموجودة في القوارش أشارت وكالة رويترز في تقرير لها أن الأم يعود لمدينة بنغازي بفضل تضحيات الجيش الوطني وجهوده قائله المشير خليفة حفتر كما كان للمبعوث الأمريكي لليبيا موقف مغاير أيضا حيث أشاد بتضحيات الجيش الوطني في محاربة الإرهاب من جالبه قال السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميلت في تغريدة له اليوم الجمعة عبر تويتر أن الجيش الوطني الليبي يحرر ضاحية القوارش في بنغازي من داعش وأنصار الشريعة مقدما للتعازي لعائلات الشهداء الذين ضحوا من أجل ليبيا هنأ مجلس النواب القوات المسلحة بانتصاراته التي حققتها وتحرير منطقة القوارش غرب بنغازي والتي وصفها بأنها أهم معاقل الإرهابيين والمتطرفين موضحا أن الانتصارات تحققت رغم قلة الإمكانيات وحظر السلاح المفروض على القوات المسلحة جورا بحسب بيان صادر عن المجلس نشره بموقعه على الإنترنت وقدم مجلس النواب مباركاته إلى الشعب الليبي والقيادة العامة ولكل منتسبين القيادة المسلحة رافعا أسماء آيات الامتنان والتقدير عفوا لأسر الشهداء الذين قدموا أرواح أبنائهم الطاهرة فداء للوطن المتمنيين الشفاء العاجل للجرحة والمصابين هنأ عضو مجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المرفوضة علي القطراني أهالي بنغازي بمناسبة الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة في المحور الغربي لمدينة بنغازي مترحما على الجنود الذين قذوا في هذه المعارك متمنيا للشفاء العاجل للجرحة واحتبر القطراني في تصريحات إعلامية أن المجرمين الذين يخذون في المعارك ضد القوات المسلحة قد أجرموا بحق أنفسهم وأهلهم ووطنهم مبينا أن القوات المسلحة كانت لهم بالمرصد والتحم جنودها وضباطها في كافة أركان الجيش مع القائد العام المشيخ خليفة حفتر لإنهاء حقبة مريضة ومظلمة للإرهاب بمختلف أنواعه خالت منطقة القوغارشة شوارع منطقة المنشية في مدينة سبهة من حركة المرة اليوم الجمعة وأغلقت المحال وسط هدوء حذرة عقب يوما من الاشتباكات الدامية على خلفية خلافات قبلية وبين أحد أعياء مدينة سبهة جهودا تبذل منذ يوم أمس من أجل التهدئة بين ممثلين عن قبيلتي أولاد سليمان والقذاثة طرفي في الاشتباكة وأكد الناطق باسم مركز سبهة الطبي أسامة الوافي في تصريحات إعلامية أن المركز تسلم أمس قتيلا وستة جرحة جراء الاشتباكات التي استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة في سبهة استلم عميد بلدية الكفرة المكلف من رئاسة الأركان بقرار من رئيس الأركان العميد عبد الرازق النظوري أمس الخميس مهامه بشكل رسمي وأقيمة مراسم التسليم والاستلام بين عميد البلدية المكلف الحالي العميد المبروك الغزوي ورئيس لجمة التسليم والاستلام ما شاء الله بصدينة بقاعة المجلس البلدي الكفرة وجاء ذلك بحضور مجلس الحكماء والشورى وعيان المدينة وعدد من أعضاء المجلس البلدي وموظفي المجلس البلدي الكفرة لمزيد من الأخبار تابعوا قناة ليبيا الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، يوتيوب، تيليجرام وبإمكانكم أيضا تحميل تطبيق ليبيا الحدث عبر أواتفكم المحمولة كما يمكنكم أيضا متابعة البث المباشر على موقع القناة الرسمي ليبيا الحدث.TV شكرا للمتابعة ودمتم في أمان الله اشتركوا في القناة